يمكن أن نقول عليهم المفاصل التي هي عديمة الحرقه او مفاصل محدودة الحرقه او مفاصل حره الحرقه أنا عندي زي ما واضحوا دمك دلوقتي من أمثلة المفاصل اللي فيها عندي عظام الوجه وعندي عظام الجمجمة وعندي عظام بين الفك والأسنان تمام؟ طيب أنا عندي المفاصل عديمة الحركة وديم المفاصل اللي بتكون العظمتين فيها مرتبطين ببعض وبيكون النسيج اللي موجود بين العظام تمام؟ زي ما احنا اتفقنا ان المفاصل ده عبارة عن التقاء نهاية عظمتين ببعض أو عظمتين ببعض فبيفصل بينهم نسيج يا إما غدروفي يا إما ليفي تمام؟ فاحنا عندنا في المفاصل عديمة الحركة اللي هي مفاصل ليفئية عندنا النسيج اللي بيفصل بين العظام ده نسيج ليفي طيب علشان كده بقى سميت بالمفاصل اللي فيه زي مثلا زي ما قلنا من شوية ان هي موجودة مثلا في عظام الجمجمة أو موجودة في عظام الوجه وزي ما الصورة واضحة قدامك دلوقتي دي عظام الجمجمة طيب أنا عندي بقى مفاصل أو هي مفاصل ما بتتحركش أو ما بتسمحش بأي حركة علشان كده برضو سميت بالمفاصل عديمة الحركة تمام؟ فأنا عايز أقول لك برضو الكود بقى اللي انت هتسجله الخاص بالجزئية اللي احنا بنتكلم فيها هو 006 تمام؟ ده الكود اللي انت هتسجله علشان تثبت حضورك للسلام الشهادة نيجي بقى لي النقطة اللي بعد كده وهي المفاصل المحدودة الحركة ودي من اسمها بتسمح بالحركة بس بتسمح بحركات معينة بمعنى بمعنى ان الحركات بتاعتها محدودة وطبعا دي بيكون فيها طبقة يعني بيفصل بقى النسيج هو نسيج غضروفي علشان كده المفاصل دي برضو سميت بيه المفاصل الغضروفية ودي بقى في منها نوعين نوع عندي ابتدائي اللي هو بيكون بشكل مؤقت وخلال مراحل بقى النمو بيبدأ يتحول او المفصل ده بيبدأ انه يتحول لعظام عادية بشكل طبيعي جدا خلال بقى مراحل النمو بتاع الفرد اما انا عندي نوع تاني بقى اللي هو بنسميه نوع ثانوي وطبعا ده اللي هي المفاصل المعروفة اللي هي موجودة عندي على طول بقى زي مثلا مفاصل الفقرات بينها طبعا نسيج غضروفي تمام انا عندي يا جماعة كمان الكود صفر صفر اربعة تمام يعني الجزئية دي هات فيها كودين هتسجلهم ان شاء الله نيجي بقى ليه المفاصل اللي هي حرة الحركة ومن اسمها كده ان هي بتسمح بالحركة في جميع الاتجاهات زي مثلا حركة التقريب حركة التبعيد حركة دوران مادة وساني جميع الحركات المفاصل اللي هي الزلالية او المفاصل اللي هي حرة الحركة بتسمح بيهم زي مثلا مفصل الكتف وعلشان كده سميت بمفاصل حرة الحركة